Back to school أو العودة للمدارس مرة تانية الكلمة دي كفيلة أنها توطر أعصاب أي أم وتخليها عايشة في حالة من القلق والتوتر وتبدأ دماغها تفكر في مليون حاجة زي الوجبات واللانش بوكس وحاجات كتيرة جدا بتخلي أي أم عايشة في حالة تشتت وأحيان العصبية كمان ممكن جدا عدم التركيز في أي شيء غير في اللي بيحصل في مدارس الأولاد فعلا دفتنا النهاردة هي أم قبل ما تكون بلوجر وقررت أنها تنقل المعاناة اليومية للأمهات بشكل عام والمعاناة في فترة الدراسة بشكل خاص عشان كل الناس يعرفوا الأمهات بيحصل فيهم إيه ونوارنا النهاردة بسمة السبعي زيك يا بسم؟ أهلا بيك عامل إيه؟ الحمد لله تمام كله تمام الحمد لله قبل ما هندخل في موضوعنا أول حاجة عايزة أسألك عليها إيه اللي خلاكي تعملي الفيديوز بتاعة الأمهات والأطفال والعلاقة دي على السوشيال ميديا بصي الأمهات بشكل خاص بتتعرض لضغط رهيب أنها كلما تيت تتكلم في حاجة تشتكي من حاجة تعبها بتلاقي اللي حواليها بيحسوها بتقنيم ضمير أنها تعبت أو أنها شتكت كأنها المفروض أنها طول الوقت تبقى بكامل صحتها وكامل طاقتها حبيت أعمل فيديوز دي عشان الأمهات تحس أنه لأ يعني أنت مش لوحدك ومن حقك أن أنت تتكلمي ومن حقك أن أنت تتعبي ومن حقك أنت تشتكي عادي يعني طبعا فحبيت أقدم النوع ده من المحتوى عشان الأمهات تحس أنها مش لوحدها يعني طيب فاكرة أول فيديو عملتين؟ أول فيديو عملته كانت كانت حلقة تقريبا عن الباكتو سكول تقريبا تقريبا أول حلقة كانت هي أول حلقة؟ لا لا كنت على المصيف البهدلة اللي الأمهات بتتبهدلها في المصيف وأنه جوزها لما بترجع من المصيف قد يقول لها أنت مالك أنت ألبا وشك لي أنت كنت مغيرة جو كنت مبسوطة وهي عيني كنت بتدور على الجردل في وسط الرملة يعني فهي ما تبسطتش ولا ارتاحت ما لحقتش ترتاح يعني فده كان أول فيديو طيب قولي لي إيه الفرق من وجهة نظرك بين المدار الزماني على أيامنا واللي بيحصل قبل دخول المدرسة أو الباكتو سكول زي ما إحنا بنقول ودلوقتي لا فيه فرق رهيب زمان ما كانش فيه كل الطلبات الغريبة اللي أنا مش أدرى فهمها أنا بجيبها بس أنا مش أدرى فهمها يعني زمان كنا بناخد السندوتيات في كيس بلاستك عادي وكنا بناخد جيبنا بيضة جيبنا رومي آخرنا خالص أو لسه كنت أخرنا خالص لما يعني الدنيا تبقى منورة حوالينا لانشون وخيارها النهاردة ماما عايزة تساعدني عملا ليه سندوتي لانشون معروفة ولكن فيه لانش بوكس ولا كان فيه بروكلي ولا كان فيه أفوكادو ولا كان فيه الحاجات دي التكلفة الرهيبة دي ولا كان فيه لانش بوكس طب اللانش بوكس ده ليه بيتحطوا جوه اللانش باج طب ايه كل ده لا فيه وإذا استر مياه كنا بناخد زمزمية خلاص بقت فلسك وليلي بقت فلسك امتى من امتى وهي بقت فلسك ومن ساعتها وهي ما بقتش تسقع المياه كنا بناخد زمزمية يفضل معنا اليوم كله آه وساعة شوفي من ساعة ما بقت فلسك ووراكتها قلت ما تفهميش إيه اللي حصل لا فيه 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 فرق رهيب وعلى فكرة كنا بنبقى مبسوطين اكتر طبعا شوفي العقل يبقى ماشي بمليون جنيه كده دلوقتي فلسكات وكبيات وبينسل كيس وألوان مش عارف كل الحاجات دي ونازل قلب وشه ومعاية وبتاع احنا كنا بنبقى ماشيين بكيس بلاستيك وكنا بنرجع كيس اخر اليوم برضو عشان نحط فيه شوفي الاقتصاد كنا رجع كيسة تاني يوم ونفرد وكده وإحنا رجعين في الطريق عشان ماما تحطنا فيه ساندوتشات تاني يوم وكنا مبسوطين العيه اللي ماشي دلوقتي بشنطة بمبلغ وقدره فيها لانش باك فيها لانش بوكس فيها فلسك فيها بينسل فلسكات مش مقلمة لا 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 كده هانتش هينفع كل الحاجات دي ونازل معاية ومقفف ومش مبسوط طب تفتكري احنا المصعبين على نفسنا ولا هو ايه اللي حصل المامز انا رأيي المامز عملوا ايه المامز هم احنا تمام مامز على فكرة لا انا ماما عادي انا ماما عادي مش مامز لا فيه سبق حاصل بجد انا انا هكون حيادية وهكلم يعني هقول وجه نظري فيه سبق حاصل انه للأسف فيه اطفال في المدارس بتركز انه الطفل ده جاي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب وايه المشكلة لما يجي بنفس شنطة السنة اللي فاتت طب ده فلانا صاحبتي جايب نفس الشنطة. انت كأم ازاي ما قلتيش لبنتك. عيه ابنك تتكلمي بتفاصيل زي دي. ومش المفروض ان عينك كطفلة تشوف التفاصيل زي دي. انه مين جايب نفس الشنطة او لا. احنا جايين نتعلم. مش جايين نعلي على بعض. صح. فهي دي المشكلة. انه ايه ده انت جبتي لبنتك شنطة ايه. انت جبتي لابنك لانش بوكس ماركة ايه. جبتي فلاسك ماركة ايه. انا لسه واقفة على فكرة هو اللانش بوكس ماركة. اه. انا عزيمة شوية. لا لا لا. في ماركات وفي كام دور دوبليكس. في كام دور لانش بوكس. ثلاث دور. دور للمكارونا. ودور ايه يا جماعة في ايه. في ايه والله العظيم. يعني ما نهده كده على بعض. الدنيا اصلا صعبة. والموميز مسعابينها على بعض اكتر. طب ليه كلمة الباكتو سكول او العودة للمدارس مرة تانية بقت حاجة مقلقة. ايه اللي بي يحصل؟. عشان فيها فيها كتير. فيها مشاريع كتير. وفيها شنطة جديدة عشان ما نفعش نكرر الشنطة القديمة. وفيها لانش بوكس جديد عشان ما نفعش نروح بنفس اللانش بوكس. وفيها كمبيه جديد عشان ما نفعش نروح بنفس الكببهة. وهيه سابلايليست. سابلايلستي دي بتروح بعربية نص نقل حضرتك زفت عروسة راح أتسلم إقلام ومناديل ووايبس باكتو سكول باكتو مصاريف باكتو خناق باكتو لانش بوكس باكتو لانش باك باكتو جزمة جديدة باكتو يونيفورما شهر التسعة مليء يعني بالعراقيل والمشاكل والخناقات واللي هو أول ما شهر التسعة بيجي بتلاقي الراجل يعني جالو اكتقاب دخلة المدارس في شنط جديدة جزام جديدة لبس جديدة عشان لبس السنة اللي فاتت داب وتقشر شربات لانش بوكسات لانش باجات شنط كتب كتب خارجية كتب داخلية مقلمة ألم سنون سنون الألم أساتيك بريات سبلاي لست سبلاي لست دي بقى بتبقى سبب خراب البيوت هو يعني الراجل قل ما بدخل شهر تسعة من هنا بتحضف على رأسه كده توبت قصة المدرسة توبت لبس مدسة كوش المدرسة جزم الجلد المدسة شربات المدرسة كل الحاجات دي كل عطاك تاك 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 وبعدين فاستي تقولوا مالك مالي دانا مالي قوي دانا مالي جدا فانلا هو يعني يا هو مش ملاحدة طب انتي حكيني بقى بسمع عن يومك بيعمل ازاي؟ دغوطات اللي بتقابل تعملت ده. ده مش يوم. ده ست ايام. اليوم عندي ست ايام. بصي أنا عندي بنتي كبيرة 13 سنة وعندي توقم ولد وبن. لسه هيدخلوا كي جيوان. فأنا كنت المعاناة السنة دي هتبقى بقى تريبل لأنه فيه تلاتة بيجهزوا للمدرسة. بالزبط. فاليوم لا اليوم بقى صعب بيبتدي. احنا بنقوموا الدنيا ضلمة لسه. بنقوم لأنه بتبقى لسه الدنيا ضلمة. بنبتدي بقى خنائة لا أنا عايز شعري قطتين. لا أنا عايز تسريحة سوبرمان. لا أنا عايزة يعني مثلا بنتي السغنونة عايزة شعرها تبقى زي شعر ألسة. اللي في فروزن. طبعا أنا بقى هزبك. هتعملو ازبك. هتطول الدفيرة ازاي حضرتك يعني. والتاني عايز تسريحة باتمان. طبعا أنا جيب لك تسريحة باتمان ازاي. والكبيرة لا مش عارف هعمل السكين كير بتاعي السوح. بصي فيه في مورستان بيحصل. أول ما هنزله هحس ان أنا عايزة يعني عايزة يعني أخد أي دوة يهديني شوية لأني ب بقى صعب. وتحديل ثلاثة لانش بوكس. بتلات طلبات مختلفة. بتلات أنواع فواكه مختلفة. بتحضير جدول. يعني اليوم صعب علي وعلى كل أم أكيد يعني. طب بسمع أنا عايزة عارف بشخصيتك دي. انتي بتعملي ايه في الجروبات بتاعت المدرجة. عملها ميوت. عملها ميوت. فور وان يير. لأنه أنا ببقى أنا والله ببقى نفسي أخد مسا بمعلومة. مدرس ميشي. بتاعي أنا بلاقيش ده. بلاقي كلام كتير. ايه بقى زي. عن يعني زي مثلا مين دايق مين. مين عمل ايه مين. شفتي هنخرج فين بعد المدرسة. الولاد عمله ايه. أنا يعني. ما فيش اي حاجة ليها علاقة بالأطفال نفسها. فيه بس قليل قوي يعني. يعني نادرا ما تلاقي. نادرا ما تلاقي معلومة. ليها علاقة بال يعني. أنا بشوف ان جروب المدرسة ده المفروض انه يبقى الحاجات الخاصة بالمدرسة. بس لكن ده ما بيحصل. ده ما بيحصلش يعني. فأنتي ما بتتعمليش خالص مع الأمهات على الجروب المدرسة ولا حتى. نادرا ما تلاقييني فتحت الجروب. لانه انا ما بلاقيش المعلومات اللي انا ببقى مستنيها يعني. او اللي انا محتاجة عرفها يعني. طيب انتي بتشوفي ان يعني. اني كان احلى. زمان ولا دلوقتي. زمان طبعا. كل حاجة كانت صدقة وكانت حقيقية. وكنا بنبقى نازلين. احنا نازلين المدرسة بأقل امكانيات. وكنا بنبقى مبسوطين بجد. اهلينا ما كانوش مضغوطين. شوفي الراجل والست دلوقتي. قدي ايه مضغوطين. عشان يأمنوا. يحاولوا يجروا ويوصلوا ولادهم مكان اللي حواليهم فيه. فالأب مضغوط. الأم مضغوطة. الاولاد مش حاسين باللمبساط. لانه هم بيعملوا حاجات. او احنا بنعمل لهم حاجات لمجرد ان اللي حواليهم بيعملوها. صح. فالكل في زباء. الاطفال في زباء. الاب والام في زباء. فقد الحياة يميتها. وخليها تبقى شكلها تبقى مضروبة يعني. بس ما انت شايفا ان الاطفال هم اللي بقوا صعبين من الانفتاح والسوشال ميديا. والمقارنات اللي غزبا عننا. انا وينتي بتحصل كده كده. ولا احنا اللي مبقناش عارفين نتعامل معهم لان احنا جايين برضو من تربية مختلفة وانفتاح مختلف. وما كانش فيه كل الحاجات اللي موجودة دلوقتي. ما انت كأم واي راجل كأب بيبقى محطوط فما بين انه يعمل لولاده زالة حواليه عشان ما يبقوش اقل منهم. هل التعامل مع الاطفال هو اللي بقى صعب. ولا احنا اللي اتغيرنا ومش عارفين نتعامل معهم لان هم مثلا عاشوا في سوشال ميديا وانفتاح معين. واحنا كانت حياتنا مختلفة تماما عنهم. احنا كان عندنا كم قناة منتفرج علينا كلها مع بعض. برنامج الاطفال واحد مع بعض. كلنا بنشتري لبسنا من محلين موجودين في البلد كلها. كلنا بنشتري شانتتين موجودين هم يدي يدي. ما كانش فيه اختيارات وما كانش فيه انفتاح بالصورة الموجودة دلوقتي. خد يبالك الاب والام دلوقتي والاطفال في صراع. او الاب والام اكتر. في صراع ان هم يخلوا ولادهم شبه اللي حواليهم. شبه اللي حواليهم ولا يخلوا ولادهم طلعين زي ما انا طلعته. زي ما جوزي طلع او 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 whatever. فانتي طول وقت بتجري ان انتي اخلي ولادي شبه اللي حواليهم ولا خليهم شبهي. هتحاولي تمشي في طريق ان انتي تخليهم شبهك شوية بس هتحسي في الاخر انتحسني غريبة. وهتخافي ان انت نفسيتهم ما تبقاش طويشة. احنا بنعمل حاجات احنا يعني. انت نعمل حاجات احنا إحنا مش محتاجين اللانش بوكس على فكرة ولا محتاجين اللانش باج ولا محتاجين كباية ماء بشق المبلغ وقدره ولا محتاجين شنطة جديدة كل سنة ولا محتاجين جزمة جديدة كل سنة إحنا بنعمل حاجات مش محتاجينها عشان نخلي ولادنا يبقوا شبه اللي حواليهم اللي حوالينا برضو بيعملوا حاجات مش محتاجينها عشان يخلوا ولادهم يبقوا شبه هي دايرة بقى فاحنا عاملين نلف كلنا في دايرة ان احنا نبقى شبه بعض واصلا دي مش شكل حياتنا ولا دي تقاليدنا ولا دي عادتنا احنا طول عمرنا بنستخدم الحاجة لحدا مضبوض مكادش ابدا عندنا فكرة ان احنا كل سنة لازم حاجة جديدة لا فاتمنى ان كلنا نبقى شبه بعض في الاخر ونعمل على قد امكانياتنا ومنحسس اللي بياء اللي جاي بشنطة جديدة انه عامل حاجة رهيبة واللي جاي بشنطة قديمة حسسوا انه انت غلطان ونتنمر عليه بس دا بيجي برضو من التربية في البيت قبل اي حاجة مش الطفل يعني هو الاهل اللي شاف اهله بيتكلموا على جرانه او قريبه انه هم جايين بنفس الطقم اكيد هطلع يتكلم على زميله انه جاي بنفس الشنطة هو بيعمل اللي بيشوفه في بيته طب تفتكري في تربية الاطفال والعودة الى المدارس مرة اخرى هل المجهود بيكون اكتر او المفروض يكون زي بعض بين الاب والام المفروض طبعا ما بيحصلش بس بالنسبة لللود المادي لع الراجل فده ما بيحصلش لانه خد يبالك هو بيبقى مطالب منه حاجات كتير او يعملها ومطالب منه يأمن مصاريف كتير ومطالب منه يبقى موجود بدنيا جوه البيت ونفسيا واهل ولاده فده طبعا ما بيحصلش يعني فكان الله فعون كل راجل وفي كل ستة الحقيقة يعني كان الله فعونهم يعني مش مش حابة ان انا جي على حد واقول ان الراجل ما بيشيلش مع الست ولأ ما هو شايل حاجات تانية برضو الست ما تعرفش تشيلها او ما تبقاش قادرة تشيلها فكل واحد بيحارب في منطقته طيب الدروس الخصوصية احنا بقينا نسمع ان هذا الطفل ايو على فترة في كي جي وان لا والله والله انا في واحدة اعرفها يعني زميلة بتدي ولادها دروس في كي جي وان كي جي وان يعني نوع الدرس ايه في كي جي وان انا والله ما فهمت ما قدرتش اسأل انا لو سألت حسيتنا انا هبقى بالتريق فاحتفصت بمساعتها الشخصية ومساعت الشخصية وسكت بس كي جي وان ايه اللي مندي فيه دروس يعني انا ممكن افهم مثلا لو الامة ما بتتكلمش لغة معينة مثلا هي بعت اولادها في مدرسة معينة وعايزة تحسن لغة مش درس بس تحسين لغة مش كي جي وان طبعا بس يعني في المراحل البدري اوكي انا بالنسبة لي ده اوكي حد بياخد لغة تانية بيتحسن فيه لان الامة مش قادرة بس خد يبالك الطفل عليه ايه يروح عايزين ان يبقى احسن واحد في المدرسة يرجع يبقى الاول في الدرس يخلص يروح التمرين ويبقى الاول في التمرين راح شوية يعني دروس ايه يعني مش مطالب من الطفل ما بتديتيش دروس لبنتك اللي عمدت 13 سنة لا درس الحمد لله الحمد لله بحاولة ساعتها على قد ما اقدر والمدرسة بتاعتها برضو بتساعتها لو في هي حاجة مش فاهمها بخليها ترجع للمدرسين بتوحها وهما فعلا الناس كويسين وبيساعدوها في اي حاجة هي مش فاهمها لكن انا مش معا انه طول يوم هيبقى مذاكرة ما هي الصبح في مدرسة هترجع على درس كمان صح يعني هي هترتاح امتى هتعيش امتى يعني لا انا مش معا انه الطفل لازم يبقى رقم واحد في كل حاجة انا فكرا انه يعني على وقتين احنا اول درس خدته في حياتي كان في سنوية عامة ايوة وانا على فكرة وبصراحة خدت في كل حاجة انا خدت في المواد المهمة في سنوية عامة بس انا كنت بحس والحد دلوقتي انه على قد ما الدرس بيفيد على قد انه بضيع وقت يعني طبعا ساعة رايح درس ساعة راجع درس ساعة درس ساعة درس مرتين في الاسبوع يعني في ست سبع ساعات في الاسبوع ضايعين يعني لو لوحد قعد ركز وقفى الباب قط عليه اكيد هيحصل اكتر وهيجمع اكتر طيب تفتكري اول فيديو مش اول فيديو تفتكري ايه اكتر فيديو عملتي وحسيتي بي اللي هو معبر عنك اكتر حاجة كنت عاملة فيديو عن ان انا طول الوقت بقول يلا يلا عايز الحق دي اكتر دي اكتر حاجة لاني قبل ما بتدي صور قبل ما بتدي صور الحلقة بتاعت يلا انا قررته كنت بقول للناس يلا عشان عايز الحق اخلص تصوير فلقيت نفسي انا نفسي عايز الحق اخلص تصوير عشان عايز الحق ارجع اخذ ولادي عشان الحق اخرجهم حتى وانا في وسط الخروجة عايزة بقول يلا عشان الحق اخلص خروج عشان الحق ارجع فالحلقة بتاعت يلا دي ان كل حاجة بقت بسرعة قد اكتر حاجة أكتر حاجة حسيت بيها أن أنا على طول مستعجلة وده حال كل الناس ومش عارف أنا مستعجلة عشان أوصل لإيه ومش بستمتع بالوقت ولما بيعدي ويفود بقول إيه ده يعني أنا كنت فين هنا ما استمتعتيش خالص ويريتني وقتها لم بفوق لأ بقول يلا ورده ده أكتر حاجة طيب إيه تعليقات الأمهات على فيديو معين بيقولولك إيه يعني سواء الناس اللي بتعرفينهم معاك في المدرسة مثلا أو صحابك أو جيرانك أو قريبك الأمهات بتقولك إيه على الفيديو لا بيحبوها لأن هي بتعبر عنهم يعني بتعبر عنهم وبيحسوا أنه هم عندهم مساحة خاصة أنه هم يلاقوا حد بيقولهم آه إحنا يعني أنا حسب بالنفس اللي أنتو بتحسوا به من غير مرهقهم أو يجلدهم أنه هم تاعبوا أو أنه هم فكروا يشتكوا يعني بس ما فيش حد مثلا جالك تعليق أنه هم مختلف معاكي لا كتير طب بيختلفوا معاكي في إيه؟ بيختلفوا أني مش ده الصح المفروض أن أنا أعمل كده فمثلا سيم يعني هديكي مثال حلقة بتاعتي الله بيجي لي تعليقات أنت بتنشوري طاقة سلبية مش المفروض أني تبقى مستعجلة أنا عارفة أني مش المفروض أن أنا مستعجلة ومش المفروض أن أنا لما هطلع على الشاشة أني أتكلم بمثالية وأقول حاجات أنا ما بعملهاش أنا اخترت أني أتكلم في المنطقة الحاجات اللي أنا بعملها سواء صح أو سواء غلط. مش المطالب مني أن أنا بقى بالصورة المثالية طوال وقت أنا مش بقدم النوع ده من المحتوى ومش بس كده يعني أنت كمان بتوري أن الناس اللي زيك يفهموا أن ده غلط فيلا نصلحهم بالضبط. مش مطالب أن أنا بقى طالعة مسكة عصاية ووجه الناس وقولهم أنت مفروض تعملوا كده ويعملوا كده وأنا ببقاش بعمل ده مش هتكلم عنده بالإيمان الكافي أن أنا أقنع حد يعمل إيه وما عملش إيه وأنا ما بعملوش. بس طيب هتكملي بس ما في نفس المواضيع اللي أنت ماشي فيها ولا هتغيري قدام شوية أنا مش بكلم في مواضيع معينة أنا مختروها أنا بكلم بالمواضيع اللي حاسة بيها. ففي كل مرحلة أنا حاسة بحاجة هتلاقيني بتكلم فيها. ما عنديش نوع محتوى محدد أكتر مني حاجة في قلبي وحاسة بيها فده النوع اللي أنا بقدمه هغيره يمكن لو مش عريد غيرت أكيد هقدم نوع هغير نوع المحتوى يعني مش شرط إن اللي جاي كله يبقى برضو حاجات عن الأمهات. لا لا خالص. ممكن يكون لي يعني أنا قدمت حاجات كتير برضو مانهاش علاقة بالأمهات بس زي ما بقولك هي مرحلة أنا حاسة بإيه دلوقتي قلبي فيه إيه دلوقتي فده اللي هتكلم عنه أو هكتبه أو هعمله فيديو. وانت اللي بتكتبي المحتوى بتاعك كله وكل حي. بس أنا مش بكتب الكلام اللي هقوله. انت بترتجلي. أنا بتكلم يعني. انت بترتجلي. ما بعرفش أبدا أنا أمسك سكريبت أقرأ منه أو أكتبه. لا أنا بطلع أتكلم. أنا يعني الكاميرا تدور أنا. وده ألازل النوبي بإنه هو حقيقي أكتر فعلا. لإني ببقى أحس اللي بقوله. حساه. فما بعرفش أبدا أنا أقرأ حاجة مكتوبة لي يعني. بس بجد أنا انبسطت بيكي قوينا هذا. أنا انبسطت جدا بيكي وحيات ربنا. ومرسيها بس أنا اللي مرسي جدا جدا على وقتك بجد. ترجمة نانسي قنقر